هاي يا رب تكونوا بألف خير معيكم مونس جازلي جاي اقول لحضراتكم النهاردة المصطلحات القانونية ايه المصطلحات القانونية لو حضرتك محامية او مهتمة بالمصطلحات القانونية لانك بتسافر كتير برا او ان انت حد مصقف وبتتفرج على فلام انجلش وحابب ان انت كمان تتعلم اكتر واكتر عشان لو حبيت تقول كلمة او مصطلح قانوني بالانجلش اقول ايه خليك متابعنا وما تنساش تفعل الجرس بتاع التشانل اللي انا حطها لكم فوق في اللينك بتاع البوست ده نفسه او ان حضرتك كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو بتاعتنا على الفيسبوك وكمان تعمل لايك للفيديو ده نفسه من اليوتيوب عشان ده بيفرق معي جدا جدا عشان اكمل هنقسم المصطلحات القانونية على تلاتة تلات مراحل اولا انا هقول لك في الكورس ده التلات مرات دولة هقول لكم ايه بالزبط هقول لك يعني ايه محامي اصلا يعني ايه جريمة يعني ايه محكمة يعني ايه استقناف يعني ايه عقوبة اعدام انواع الحرميين حرمي عربيات حرمي طائرات حرمي محلات حرمي منازل حرمي بنوك حرمي خزن يعني ايه متعدي بالضرب يعني ايه سب وقصف يعني ايه اختصاب يعني ايه مختصب يعني ايه احرق عمدا يعني ايه قتل خطأ يعني ايه قتل عمد كل الحاجات دي واكتر بكتير جدا هقول لك في الكورس ده ليه مقسم ايه على الثلاث مرات عشان ما يبقاش طويل جدا على حضراتكم عشان تقدر تستوعب المعلومة اكتر وسهلة الهضم والاستيعاب بالنسبة لكم بشكل كبير اول حاجة خلينا نبدأ بيها يعني ايه جريمة الاول هنبدأ بجرائم العنف اللي يسمها violent crimes violent crimes اللي هي جرائم العنف جرائم العنف عندنا يعني ايه جريمة ويعني هي ارتكب جريم جريمة يعني crime جريمة يعني crime ويرتكب جريمة مش do a crime خالص انت بتعود ان يفعل يعني do او يرتكب يعني do ولكن الحقيقة هي اسمها commit a crime commit a crime commit a crime طيب الخرايم عندنا بتمقسم الى اني عادة بتبدأ بخناعة خناعة يعني fight خناعة fight الخناعة دي بيكون فيها حاجتين اولا سبه قصف اللي هو بيتطوله على بعض بالالفاظ فده بيبقى اسمه ايه بالانجلوش بيبقى اسمه assault اجين assault assault ايه assault دي اللي هي السب والقصف طب عايزة اقولي يرتكب السب والقصف باسمها commit assault commit assault commit assault commit assault ده او الفائد دي نفسها امتدت لان هي وصلت الى الضرب فالضرب ده اللي هي اللوكميات اللي هي اللوكميات اللي هي اللوكميات فاصبح ده اسمه تعدي بالضرب التعدي بالضرب هو ان يقول بالانجلوش commit battery commit battery commit battery 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 all هي بطرية عشان بس حقلك يستوعبها يبقى battery يعني بطرية او يرتكب جريمة الايه التعدي بالضرب تمام طيب بعد الشر يعني وهما بيدربوا بعد كده فجأة واحد يوم ادى الثاني اللي كوميات وقع على حاجة او خد اللي كوميات دي مات فده اسمه ايه بالانجلوش اللي هو انه صدفة او حدثة غريبة قدت انه توفى فده يبقى اسمه في القانون اسمه جريمة القتل غير العمد طب هو الاهمال ده لو انا محميه بكتب فلشيتس بتاعتي اللي هي الورق بتاع القضية عايز اكتب انه ده كان باهمال او قتل خطأ اكتبها ازاي بالانجلوش هكتب through negligence through negligence through negligence او accidentally معناها انه كان باهمال او جات صدفة او حادثة او يعني انه هو انا ما تعمدش انه هو ما تعمدش انه هو يقتله فكان ده قتل غير عمد تمام قد يكون كمين القتل الغير عمد انه حدثة عربية وماشي بسرعة كبيرة جدا هو سكران مخمور او whatever هو في انهي وضع من الحالات وقتل حتى خطأ فده بيبقى اسمه ايه بالانجلوش بيبقى اسمه commit man slaughter commit man slaughter commit يعني يرتكب man slaughter اللي هو القتل غير العمد هي مش slaughter دي معناها جزار او مجزرة او جزارة صح تمام مصطلات معناها يتبح وده انا كنت ايلفي المصطلحات بتاع التلعيد الكبير لو الناس متابعيني يعني لو مس متابعني فانا اتشرف جدا بمتابعيتك دلوقتي اوكي طيب slaughter هنا بقى مش معناها كده خالص هي ما slaughter على بعضها معناها قتل غير العمد اما لو كان يتعمد انه يقتله فده لي اسم تاني في الانجلوش اسمه homicide القتل العمد اسمه commit homicide again commit homicide commit homicide commit homicide هو اتله يبقى he murdered him he murdered him again he murdered him he murdered him يبقى نخش بقى هنا في مرحلة sexual assault اللي هي التعدي الجنسي اسمها تاني sexual assault again sexual assault اللي هو التعدي الجنسي عايزين نقول ان دي دي طبعا من ضمن الجرائم اللي بتواجهها المجتمعات فعايزين نعرف اسمها ايه بالانجلوش والمغتصب اسمه ايه في اللتاني اسمها violet violate 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 اللي هي commit violate اللي هو يرتكب التعدي اجنسي تمام لكن في الصيغة القانونية للمحامين والصيغة المجتمعية اللي بنستخدمها اسمها commit a rape again commit a rape again commit a rape اما المختصب فاسمه rapist rapist he is a rapist he is a rapist على الحرق العامد انه حد يحرق لحد حاجة عامدا قد يكون مبنى او سيارة او قد يكون اي حاجة ولاك حاجة من الممتلكات وحد يتعمد انه يحرق هيلك ولو كانت شنطة حتى يعني يبقى ده اسمه ايه اسمه arson arson commit arson commit arson اللي هي يرتكب جريمة الحرق العامد اما الشخص نفسه فاسمه he is arsonist he is arsonist he is arsonist يبقى معناها هو شخص بيحرق الممتلكات للناس عامدا هنكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو وهي ما تنساش تتابعنا لان لسا فيه اتنين تانين اللي جاية بيتكلم عن انواع السرقات اسمها المختلفة للحرميين وتصنفاتهم في القانون يبقى اسمها ايه اوكاي ارسي الله بي بي ارسي الله بي بي